انا بقوله ان ميسي البسها قبلك بس هو بيقسم لي ان هو جايبها قبلي ميسي مدينة طاقم النهاردة وحطة مدلة شكت الشيكة اعلامي من نور الدنيا حبيب ابراهيم مسافول ايه الجمال ده الله يخليه نور الدنيا وجدت غطي علي انت النهار حبيب حبيب اخبارك ايه بس ميسي البسها الاول لا 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 ميسي البسها الاول لا والله انا البس تغلع كده مدرتش وبكى يا ميسي بجد وراضي هم كلهم قاللون اخبارك ايه الحمد لله تمام كله تمام عايز اعرف رأيك في القصة بتاعت رمضان والتويتا والبوست اللي كتب وشريف اكرامي النهاردة يعني صفحة جديدة من الفساد والظلم اه لا يمكن ابدا انها تحصل في ايه حتى غير في مصر اه لعيب في عز تقلقه بيتعرض لارهاب معناوي بشكل غير طبيعي اه كلنا عارفين ان القانون بيقول ان انت متقدرش ان انت توقف لعيب طالما ان عينته الاولى سلبية اه وده قانون الوادة مكافحة المنشطات الدولية منظومة مكافحة المنشطات الدولية وعلى فكرة مش هي اللي وقفت رمضان اه مش اقول ان ان لازم يبقى فيه تحقيق في الموضوع ولكن يعني بس هو يبقى فيه تحقيق على فكرة احنا كان لسه معنا هاني زهران محامي رمضان وقالك احنا دلاتي بصدد ان احنا بنشوف الاطراف اللي احنا هنختصمهم قضائيا يعني احنا اتمنى ان رمضان في النهاية ياخد حقه لكن الاهم من كده بالنسبة لي ان رمضان لازم يتم تأهيله نفسيا بشكل جيد قبل العودة للملاعب اه مش عايزين نكرر نفس اخطاءنا رمضان صبحي شخصية قوية اه وتمنى ان اللي حصل ده ما يهزوش اه ويركز بشكل كبير جدا وياخد حقه في الملعب اه احسن حاجة في الكرة ان انت دايما عندك فرصة كل اسبوع ان انت تاخد حقك في الملعب رمضان صبحي العيب كبير واتمنى ان اللي حصل ده ما يقصرش عليه بشكل كبير معا